دائرة السخط والغضب تتسع في المحافظات الجنوبية وجذوة نيرانها تكبر ضد التحالف وأجنداته البعيدة عن هدف استعادة الشرعية الذي تدخل من أجله في اليمن في عدن وحضر موت والمهر وأبيان وأخيرا شبوة مسيرات ووقفات مندلة بانتهاكات قوات التحالف والميليشيات التابعة لها من نخب وأحزمة عسكرية حالة من السخط تعكس مدى رفض المجتمع في الجنوب للأجندات الإماراتية والكيان السياسي المحلي الحامل لها والمتمثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي وإسقاط ادعاءاته التي يحاول تمريرها من أنه الممثل الحصري الوحيد لكل الجنوبيين وهو ما تقول الوقفات والمسيرات بغيره في شبوة خرج عشرة المواطنين في مسيرة احتجاجية بمدينة عتق تنديدا باعتقال قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات لنشطاء في الحراك الثوري الجنوبي كتافات ضد التحالف ولافتات رفعها المحتجون مطالبة بالإفراج عن القيادي في المجلس الثوري الجنوبي سالم عوض الربيزي والناشط عبد الحميد الروسي المعتقلين على يد من أسمها المحتجون بأدوات الاحتلال الإماراتي في إشارة إلى قوات النخبة الشبوانية التي اختطفت الناشطين المناوئين للانتقالي والإمارات عبر المتظاهرون عن رفضهم لممارسات قوات النخبة بحق نشطاء وقيادات الحراك الثوري السلمي المناوئ لأجندات الإمارات وأكبر منافسي الانتقالي الجنوبي لما يتمتع به من رصيد نضالي وجماهيري عريض قيادات ونشطاء مجلس الحراك الثوري الجنوبي المناوئين لسياسات التحالف في المحافظات الجنوبية منذ أشهر قليلة وجدوا أنفسهم ضمن قوائم السيداف المباشر وغير المباشر من قبل الإمارات وميليشياتها حملة اعتقالات واسعة طالتهم فيما سقط عدد منهم قتلى برصاص مجهولين ضمن مسلسل الاغتيالات التي تعيشه عدا منذ تحريرها من ميليشي الحوثي